لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فالحقيقة أن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم واحد الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قدين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله